خليني أروح لحاجة في الحقيقة التربية والتعليم ونقول أنه عقد دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اجتماع مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات وسلامة الإجراءات ومتابعة كل هذا داخل الكنترولات الخاصة لامتحانات السنوية العامة لأن احنا عارفين طبعا الناس بتبقى سنوية العامة لها جهد كبير جدا ونظام طبعا سنوي وده لعام 2023-2024 ومن المقرر أن تبدأ لامتحانات يوم 10 يونيو المقبل بإذن الله الاجتماع شهد مجموعة من القرارات الهمة أبرزها استخدام تقنيات حديثة حيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش اللي بتمنى إن شاء الله شبابنا يعني يبزلوا مجهود ويبعدوا عن الغش كمان هيكون فيه يعني حاجات كتيرة جدا موجود سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة كمان فيه مواصفات اللي زي ما كانت مواصفات العام الماضي لضمان الجودة والدقة وتصحيح إجابات كمان الأسئلة هيكون كمان ليه مجهود كبير إلكترونيا وتصحيح إجابات الأسئلة حيكون كمان من خلال إنك بترسل صورة للجنة الطالب وطبعا هيكون فيه أكيد حاجات كتير جدا أول بأول لحد بداية الامتحانات إن شاء الله زي ما حضرتكم عارفين يوم عشرة يونيو بإذن الله نتمنى لهم التوفيق أنا نفسي أنتوا عارفين في يوم من الأيام خلاص تبقى السنوية العامة تمشي هي قلت عن الأول بس يعني بتمنى إنها تبقى سنة دراسية زي بقية السنين والدنيا تعدي إن شاء الله والناس ما تبقاش اللي هي مشكلة السنوية العامة اللي تبقى يعني خانقة في البيوت بإذن الله